تعالوا نروح لمراسل قناة الاهلي نحمد توفيق في فوندق اللقامة ونتطمن منه على آخر الأجواء قبل المباراة تفضل يا محمد اشتركوا في القناة بالمسافة ما بين موعد الإفطار وموعد المباراة اللي هتقوم فيه السنية ونصفة فهتظل أنها تكون وجبة واحدة ووجبة غداء لأطاء اللاعبين السؤالات الحرارية التي تكفيهم إن شاء الله خلال مجردات المباراة ويكون فيه وجبة تانية إن شاء الله فور انتهاء المباراة قبل الرجوع إلى القاهرة يمكن كمان بعدها مستر بيتسو مسماني عقد المحاضر الفنية للفريق فيه تمام السنة عشر والتلت من زهر اليوم كان الكلام فيها عن خطة المباراة وأهم الحاجات اللي هتنفذ خلال مجردات المباراة وتشكيل المباراة إن شاء الله نتمنى التوفيق لأي 11 لعب يرتدوا تشارة النادي الأهلي ومثلون نهارده خاصة إن قائمة 23 لعب المخطرة والمسافرة إلى هنا إلى إسكندرية معظمها من الشباب ونشئ النادي الأهلي كمان نتمنى إن الأرضية الملعة ما تأثرش النهارده بالأجواء الممطرة طوال ليلة أمس وصباح اليوم يمكن الشمس بدأت تطلع دلوقتي كابتن آيمن نتمنى إن شاء الله نتكمل معنا في المباراة ويكون الجو كويس يساعدنا إن احنا نشوف مباراة كبيرة ما بين فرقين كبار الأهلي والإسماعيلي بغض النظر عن ترتيب النادي الإسماعيلي في جدول مصابقة الدولة ولكن طبقا هي المواجهة الأولى في بطولة مستحدثة وطبقى مباراة الأهلي والإسماعيلي من كلاسيكات وكلا المصرية نتمنى إن شوف مباراة كبيرة تكلل بفوز النادي الأهلي والحصول على سلاسة نقاط جديدة يمكن فيه معلومة يعني إحصائية كابتن آيمن نتمنى إنها تستمر النهاردة إن مباراة الأهلي والإسماعيلي لا تقيمت جامعها على استاد برج العرب هنا بالأسكندرية انتهت جامعها بفوز النادي الأهلي أو التعادل ولم يخسر النادي الأهلي أبدا أمام الإسماعيلي على استاد برج العرب نتمنى إن شاء الله النادي الأهلي يكون فيز النهاردة وتكون الإحصائية مستمرة كمان طعم التحكيم اللي تم عامل المحيطة والمباراة تكون موفقة النهاردة عشان نشوف مباراة كبيرة وتنتهي بفوز النادي الأهلي إن شاء الله وحصولها على سلاسة نقاط ويبقى النادي الأهلي دائما في المقدمة كلمة لكابتن آيمن اتفضل شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق زي ما شوفتوا حضراتكم الأجواء ممطرة يمكن ونتمنى التوفيق للعيب النادي الأهلي زي ما المحمد كل المتشاة الأهلي وإسماعيلي اللي تلعبت في الملعب دوت مع النادي الأهلي لم يخسر إطلاق